وصل فريق بعثة الأمم المتحدة صباح اليوم الخميس الذي احتجزته مجموعة مسلحة بمدينة زاوية مساء أمس الأربعاء والمكون من أربعة رجال ومرأتين إلى مطار معيتيغا بالعاصمة طرابلس قادما من مطار زوار بعد تعرضهم لهجوم أذناء عودته من مدينة السرمان إلى العاصمة طرابلس وأوضح مدير مديرية أمين طرابلس العقيد صلاح السموعي حسب ما قالت إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء أنه تم استهداف فريق بعثة الأمم المتحدة أثناء عودتهم من زيارة لأحد مراكز الإيواء للهجرة على غير النظامية بمدينة السرمان وجاء في بيان لبعثة الأمم المتحدة تؤكد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إيقاف موكب تابع للأمم المتحدة وهو في طريقه من سرمان إلى طرابلس وأضاف البيان أن قد قامت البعثة بالاتصال بالموظفين المعنيين ولا توجد أي تقارير تفيد عن وقوع إصابات في صفوف موظف الأمم المتحدة مشترة إلى أنها تتطلع قدما إلى عودتهم الآمنة إلى طرابلس ولم يريد البيان المزيد من التفاصيل بشأن الهجوم وأكد عبدالله في عضو البرلمان الليبي الذي شارك في مفاوضات الإفراج عن الموظفين سلامة أفراد البعثة السبعة أوضح أن الموظفين سبعة هم خمسة رجال ثلاثة ليبيون وماليزيون وروماني وامرأتان مصرية وفلسطينية وأن المسلحين خطفوا الموظفين بغرض التفاوض على الإفراج عن أقارب لهم معتقلين في طرابلس وذكر تمكننا من إقناعهم بالإفراج عن موظف الأمم المتحدة قبل أي تفاوض وأشار إلى أن الاحتجاز يأتي للمطالبة بإطلاق صراح الموقوفين مقابل الإفراج عن أعضاء البعثة الدولية لليبيا وكانت قناة النباء الفضائية قد أشارت الاثنين إلى اعتقال السلطات السعودية قياديين من ثوار زاوية هما حمود بن رجب ومحمد الخدراوي خلال أدائهما لمناسك العمرة